رب العالمين 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 لذكرناها الأسبوع الماضي ثم ننتقل منها إلى قصة أخرى لها غاية ومغز أما العبرة من الموعظة التي ضربت لها الحية مثالا وإحنا قلنا للشباب الأسبوع الماضي يعني كان فيها عدد من الإخوة مش موجودين النمي يعني شوفوا الممكن يتوقع أو ممكن يستفاد من هذه القصة فشاروا علينا بعض الحاجات الطيبة أولا أول موعظة خيبة من ينتظر من عدوه اللدود الذي بارزه العداوة وجاهر بها أن يزدو إليه معروفا أو يصنع بها جميل طبعا إحنا أكتر أمة يعني غرها هذا الجهل أو تلك الجهالة ولعل في الحية أبلغ مثال فعدوة الحية للإنسان المعلومة وهو أمر معروف عند أهل الأديان ولذلك أن تونس ذكر هذه الموعظة للربان وضرب الحية مثالا لأن الحية معروفة عند أهل الأديان جميعا إنها عدوة المين عدوة للإنسان أشكده واتخذها مثال على العداوة وفي التنزيل قال الله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو نسكتلك الجمع هنا المين قال الجمهور في المقصوب بالخطاب أن الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية إذا جمع مقصوب بأربعة آدم وحواء وإبليس من ناحية والحية من ناحية أخرى فالحية قد عادت بني الإنسان منذ بني الخليقة ولذلك جاءت الوصية النبوية بمعاداتها لأنها لأدخلت آدم الجنة أدخلت آدم الجنة لما منعه الحراس من الدخول فأدخلته الحية حتى وسوس الآدم جاءت الوصية النبوية بمعاداتها كما أنها عدوة ففي سنن أبي داود ومسنط أحمد إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منه يعني لخف من الحية عشان يطروح حتماء وهو موت حية يعرفوا أنه الموت يروحوا انتقمونها زم كانوا أهل الجالية ويعتقنهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس منه ما سالمنهن منذ حاربنهن العلماء قالوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمنهن منذ حاربنهن معناه أننا ما صالحنا الحيات منذ وقع بيننا وبينهن الحرب وأنا زمان أيام الصفاء قبل ما يشوش علينا في هذه الحيات شفت أن في عمود كبير ملتف حوله حية والحية ضاربة برأسها في الأرض وقال يقول هذه الحية التي قتلت عمر بن الخطاب الشيء ذي أننا أولت هذه الحية لأنه في الآخر الرؤية كان لها حكاية يعني وانتهت على خير إن شاء الله أولت هذه الحية الملتفة على عمود الإسلام هما هي الصيونية العالمية والصيون الذي احتل بلاد المسلمين وقام في بيت المغدس مختصبا لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الشهر التوموني وكلام بيجيب بعض والله يعني فإذا أولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمود الإسلام استل من تحت رأسي وأنا نائد شاف عمود الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نائد في رؤياه ورؤيا الأنبياء وح أخذ من تحت رأسه وهو نائد قال فأبعته بصري فقام حتى ركز في الشام يعني عمود الإسلام حيب مركز في الشام فأنا رأيت هذه الرؤية في بيت المغدس ولي طبعا يعني زي ما أقول تلكم كم مثلا من عمر أحد بناتي يعني حوالي بعد 25 سنة يعني أو 24 سنة آه تقريبا والله يعطيك الصح وتعيش عمر مديد إن شاء الله فالشاهد أن العلماء قالوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمنا هن أنا بس أقول لكم كلام دا لي عشان تعرف لما نقول الحية لما نقول حية والكلام دا يتقل إن إحنا النهاردة نعرف تفسير الحية 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 والحية المثال الحية الحية إيه يا سنة النبي قال ما سالمنا هن منذ علينا هن العلماء قالوا معنى الكلام دا إيه يا جماعة يعني قال إحنا ما صلحنا الحيات منذ وقع بيننا وبين هن الحرب في حرب بيننا وبينه قالوا العلماء أراد العداوة التي بينها يعني الحية وبين آدم عليه السلام على ما يقال إن إبليس قصل دخول الجنة فمنعه الخزنة فأدخلته الحية في فيها أدخلته في فمها فوسوس لآدم وحواء حتى أكل من الشجرات المنهية فأخرج عنها جزاك الله خير ده معنى ما سلمنهن منذ حاربنهن يعني وقع بيننا وبين الحية الحرب من ساعة ميم أبونا آدم والعلماء قالوا معنى تاني إن المحاربة والمعاداة بين الإنسان جبلية في الطبيعة التي خلق عليها كل منهما الحية عادة تورس للإنسان والإنسان لابد يقتلى علشان يتغنب أرصدها دي معنى جبلية لأن كل منهما كل منهما مجبول على طلب قتل الآخر لكن الحية إن عدوة الحية عدوة متأصلة في نفسها فهي منذ ساندة إبليس في إغواء آدم إلى اليوم وبعد اليوم لم تزل له مساندة الشيء على كده في حديث المسند مسند أحمد مصنف بن أبي شيبة عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن صائد ابن صائد أنتم عارفينه ومش عارفينه ابن صياد يقول عليه ابن صياد تعرفون أو ما تعرفوه حتى عرف عنه حيا يا شباب ابن صائد هذا وابن صياد هذا المولود الذي ولد في المدينة وأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنه وظنوا أنه الدجال فقد ولد على نعة الدجال وولد من أبوين كبيرين في السن لم يولد لهم من قبل ولد وكان هذا ابن صائد يعني بيأتيه وحي من وحي الشياطين يعني فالشاهد أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح عشان يرى ابن صائد هذا كلمه في بعض الأشياء حتى يختبر شخصه هو لسه مولود زوائر فقال لابن صائد ما ترى ايه اللي انت شايفوه انت لما تبص كده فوق بتشوف ايه قال ارى عرشا على البحر حوله الحيات قال ارى ايه عرشا في عرش منصوب على الماء حول الحيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عرش ابليس يعني انت لم ترى عرش الرحمن وانما رأيه عرش مين عرش الشيطان هذا طيب لما تكون الحية كده كيف يعقل بها وهي قائمة في خدمة اللعين ان تزدى للانسان معروفا او تصنع به جميلا حية مثال يبقى الشاي بن المثال يا اخوانا واخوتنا الشاي بن المثال ان مثل هذا العدو من بني الانسان وخصوصا من عاداك في الديانة اللي عاداك على الدين اللي حسدك على الاسلام اللي حسدك على قول لا اله الا الله محمد رسول الله اللي حسدك على التوحيد اللي حسدك على يوم الجمعة اللي حسدك على ساعة الإجابة فيه هذا العدو الذي عاداك في الديانة لا بد ان تأخذ عداوته بعين الاعتبار وان تكون منه على حذر مهما ازدى اليك من خير ظاهر وقد قال الله تعالى قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولعل في التاريخ الحديث لبلدنا اصدق مثال على هذا الآن فإن البيض الزهب التي تجنيها من أعدائها تسترد بدماء أبنائها واستنزاف خيراتها وبالمثال يتطرح المقال يعرفنا لما نقول الحية قباض البيض الزهب وفي الآخر الراجل الأهل كلهم ماتوا وفي الآخر هو مات ووكلت يوم ما أوكل الثور الأبيض الأسود يبقى هي نفس الحكاية بتاعتنا بالمثال يتطرح المقال وقديما قيل لا تلم الذكي على ذكائه ولكن اللوم الغبي على غبائه ما بنلمش الناس على ذكائهم وعملهم واصلحتهم إنما بنلم جماعتنا على غبائهم وكرايتهم لبلدهم وعلى موجود من يعمل لصالح الوطن من حكام المسلمين لا يوجد من يعمل لصالح الإسلام ولا لصالح الوطن الفايدة التانية من القصة الفايدة مهمة جدا لازم نتعلمها إن الطبع يغلب التطبع الطبع يغلب ايه يقولوا الطبع غلب ايه غلب التطبع التطبع اللي هو اللي هو جبلة في الإنسان اللي الإنسان مشبول عليه مخلوق عليه طبيعة فيه سبت التطبع اللي هو ايه تكلف الطبع طبعا تكلف الطبع لأشياء كويس جدا إن أنا مثلا أكون مرزول الأخلاق في بعض الأشياء فهما تكلف إن أنا أكون حليم وتكلف إن أنا أكون صدوق وتكلف إن أنا حتى تكون لي جبلة حتى يكون لي الصدق عادة هذا شيء كويس هذه محاربة للطبع المرزول لكن غالبا ما يغلب الطبع التطبع في الآخر كده فمهما أظهر لك من إنباء الطبعي بقى في طبع الغادر لأن الغادر لا يروق ولا يبرأ ولا يشفى من غدره فمهما أظهر لك الغادر لئم الطبع خسيس الفعال خيرا وسكن إليك وأرضاك ببعض الأفعال والتصرفات حتى يبين لك أن طبعه قد تغير زمن حي عملت وأن الناس قد أبقوا على رميه بالخصة زوراً وبهتاناً فكن من خيريه على حذر لازم تخليك حذر فإن اللئيم كما قيل قد يستطيع البكاء لكنه لا يعرف الندم يعني تلاتي له يشف جلسته ويعاية تقول يا حبيبي ويا كان ويا ما كان وهو لكن القلب غير نادم على أنه قتل هذا الرجل ولا يقوى على مخالفة طبعه لأنه غدار كما أن الحية لا تقوى على مخالفة طبعها في اللدر في حية ما بتلدغش ما بتلدغش تخالف نفسه من الحكايات الدلة على أن الطبع يغلب التطبع قصة العقرب والضفضة يحكي لكم حاجات مثلا من الطرايف اللي بيحكوها في عالم الحيوان عشان يطرح المثال خلي بالك الأمثلة مضروبة من الحيوان هي دايماً للمثال للإنسان هي قصة بينسبها البعض إلى الكتاب كليلاً ودمنا وأنا قبل أمس صهران شوية في الكتاب أفتش فيه فمعرفتش أحصله مش عارف يعني لكن هو أنا رأيتها منسوبة إلى الكتاب كليلاً ودمنا أو بعض الحكايات العربية القديمة في الحكاية دي إن العقرب أراد أن يعبر النهر ومن عالة العقرب أنه لا يحسن العوم ولكنه يطفو على الماء يفضل طافي كلاً على المياه لغاية ما في الآخر يغرق ما يدرش يعوم هو يتحط باعتباره مأفول كليلاً يطفو على الماء مد لكنه معرفش يعوم فنظر إلى دفضع تعوم فقال لها ألا تحمليني على ظهرك لأعبر النهر فأنا لا أجيد العوم تغدير تعديني الشط التاني فردت نفضع كيف أحملك ومن طبيعك اللسع أنا خاف أنك تلسعني أحملك إزاي وأنت طبيعتك أنك بتلسع فقال العقرب إذا لسعتك غرقت معك فاقتنع الدفضع قال الله كلام سليم ولو لسعن هيموت هموت الوايموت وحمل العقرب على ظهره فلما توسط النهر شعر الدفضع بلسعة في ظهره وبينما هما يغرقاني الدفضع بيغرق والعقرب بيغرق نظر الدفضع إلى العقرب معاتباً كانوا يقولون أنت عملت كلياً إنت عملت كلياً أتلت نفسك وأتلتني فقال العقرب عذرني أطع وغلا ما قدرش يسيطر على طبع حيوان قنبه يتلسع وما يلسعوش ما قدرش يسيطر على طبع أيوان الله يفتح عليك أو ومن الحكاية في ذلك أيضاً عشان تكتم مروان مروان بيهقي في شعبي عن الأصمعي الأصمعي بيقول دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يدها شات مقتولة وجرو زئب مقع الجرو اللي هو الزئب الزغير يعني ابن الزئب يعني زي جرو الكلب اللي هو ابن الكلب يعني فأعد الجرو مقع بأعدته الأعداء بتاعتهم والشام أتولى قال فنظرت إلي فقالت أتدري ما هذا شايف اللي حاصل دي قلت لا قال جرو زئب أخذناه وأدخلناه بيتنا يعني أطعمناه سقناه شربناه فلما كبر قتل شاتنا قالت وقلت في ذلك تعرفين أهل البادية كان عنه بسجية قوله شعر يعني فقال قلت ما هو أصمعي كان بيلف في البادية أصلا طبيعا هو كان بيلف الرجل في البادية عشان يسمع الحاجات دي وشوف الحاجات دي يعني آه يجمع الأشعار ويجمع كلام العرب الغريب والحاجات دي فأنشلت المرأة تقول بقرت شويهة وفجعت قوما يعني فجرت بطن الإشاء وفجعتنا عليها وأنت لشاتنا ابن ربيب آه بيرضع منها ابن ربيب الربيب اللي هو يعني ابن الزوجة يعني أو اللي غزية بلا بينها فهيت له غزيت غزيت بضرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب من اللي قالك أنت بعيش فوص الغنم يعني أنت غنم يعني آه فأنت يعني كأنك كلب فوص الغنم يعني ترضع غزيت غزيت بضرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا إيه ولا أديب والستة فلا أدب يفيد ولا حليب تسقيه لما تسقيه هو ديب بن ديب ما ينفعش طبع يغلب التطبع أول ما يحس نفسه كبر لما لازم يموت الغنم وهكذا الأمر في الغادر لئيم الطباع يغلب طبعه تطبعه ولو رام أن يصدق لم يوافق الطبع على ذلك يعني هو بقى فينيوتو يصدق معاك بس الطبع ما يوفقوش فلا تأمنن لأصحاب الغدر وإن أعطوك وإن أعطوك العهود والمواثيق على وفائهم وكن دائما على حذر من غدرهم وفي العزلة لإمام الخطابي في كتاب العزلة عن عبد الملك الزماري أنه قال وجر عبد الملك بن مروان حجرا فيه مكتوب بالعبرانية باللغة العبرية يعني فبعث به إلى وهب بن منبه فإذا فيه مكتوب إذا كان الغدر في الناس طباعا فالسقة بكل إنسان عجز لما تجري الغدر عم في الناس يبقى لما تسق بكل الناس يبقى أنت رجل عاجز الرأي لا عقل لك طيب يا جماعة أو مثال مسكور والدنيا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركنا لكن أخي بالخبة في أمتنا الإسلامية أن يتصوروا وفاءا ممن غضروا بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وقال لك طبيعه ما طبيعه ومش عرف إيه والسياسات كلها ما لها في الحقيقة شيء نحن شايفين يعني غضروا بمحمد صلى الله عليه وسلم تتوقع أنه ممكنوا وفاء معك تتوقع أن أبو ياسر ابن أخطب راح شاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الأخوه متغير اللون وحلتم إعلن بل رب والسيدة صفية هي الشاهدة على ذلك أم المؤمنين صفية بنت حياي أصدق الشهود أم المؤمنين التي صارت أماً للمؤمنين ببركة الله سبحانه وتعالى هي الشاهدة على ذلك رجع عمها أبو ياسر بتقول كان لما بيرجع ياخدني يهش إلي وكنت محبوبة له جداً يعني يعني لو هو حتى ملان كرب ساعة ما يشوف السيلة صفية يلحك ويبتسم ويأخدها ويقبلها يعني بنتك هو حبيبته قالت فرجع فما هش إلي ولا كلمني راجع مغضب بصت ولا بصلي ولا كانوا شايفين دخل أخو حيي بن أخطب قال له إيه إيه العبارة أهو هو 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 النبي الموجول عندنا في التوراة اللي بنقرأ صفته وعلمته قال هو هو قال تحققته أنت تأكدت منه تأكدت منه بتأكد أنت هو فعلا النبي الموجول عندنا في التوراة قال تحققته قال فما القول رأيك إيه قال عجاوته ما حييت قال أنا معك تخيل حتى في شو حفوم ربنا سبحانه وتعالى أرد له الهداية وقال لا 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 علوته الزيارة وتقول هو هو وتحققته لا هو معاك من في العدو فالشاهد ونريد خيبة كبير جدا لكن عجاب آخر الزمان يا أخواننا وأخواتنا إنه الحياة بأكيد أن يصدق الكاذب ويتمن الخائد والناس تخون الأمين عشان ربنا يعني يعني يتعسهم يخونوا الأمين ويأمنوا مين الخائد ويصدق الكذاب ويكذب الصادق وفي ذلك المعنى أخرج أحمل وأبو يعلى والبزا والطحاب وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنين خوادعة وفي رواية وفي رواية حليس أبو غريرة عند أحمل وغيره أيضا سنين خداعة وهذه رواية جاءت أعتقد في مشكلة أصل التحاوي سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق هذا من خدعها يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الروايبضة قالوا يا رسول الله وما الروايبضة قال الفويسق يتكلم في أمر العام الرجل التافة اللي لا عقل له ولا دين ولا مرؤة كما جاء في رواية أخرى رجل التافة يتكلم في أمر العامة وده يعني الآن بقى كتير جدا جدا لو أجدت عدي يعني أدي اللي بتكلمه في أمور الناس وشؤونهم منها بتوع الصحافة والإعلام والسياسيين تجدوا ما يعرف يعني أي حاجة وأصبح مسلط على الناس يعني الفيئة التالتة من القصة هي أن الشر لا يأتي بالخير كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صيح مسلم عمر الشر ما ييجي بالخير ومن يكن زرعه المر لا يحصل حلوا ومن يزرع الشوك لا يحصل عنبا من يكن زرعه المر لا يحصل حلوا ومن يزرع الشوك لا يحصل به عنبا وفي كتاب الزهود الأحمل وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا قعد لما يقعد مع الناس من مواعظه الدائمة اللي كان يعص بها الناس هذه الكلمات يقول لهم إنكم في ممر الليل والنهار في أجال منتقصة وأعمال محفوظة أجال بتنقص أنا كنتنا عارفين كده بنكبر بنروح ما بنجيش ستين واحد ستين 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 بقى خلاص يعني هتوصل لغاية فين يعني مية برضو تنقص مش هتعيش قد الفات يعني أجال منقصة منتقصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة اللهم أحسن ختمنا رب العالمين اللهم أحسن ختمتنا في الأمور كلها الذين يقرام اللهم أهمين رب العالمين قال فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامه ولكل زارع مثل الذي زرع زرع تزرع بتحصد لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له مهما تكون حريص ونحن نتكلم عن الطمع في قصة جاية كمان مهما تكون حريص مش هتأخذ الذي لم يقدر لك فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء وقادة ومجالستهم أو ومجالسهم زيادة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن الجالسين العلمي المتعلمين المنتفعين بما علم واللهما من ربع عامين اللهم آمين المهم فدى فايدة إن اللي بيزدع شر مش يحصد خير كمان اللي يقر المنكر ويرضى به لما يجنيه عليه من خير عاجل في نظره حيجني منه سوء العاقبة هو كده ليه لأنه يذهب الخير الذي جاء به المنكر ويبقى للإنسان عاره وشناره في الدنيا والآخرة طب هذا المثال ينطبق على مين في عالمنا ينطبق على الدول ومجتمعات التي تربن منظمات الإرهابية تربعها عشان تكون شوكة في ظهر بعض الدول هذا المثال ينطبق على هذه الدول التي تربل منظمات الإرهابية لتكون شوكة في ظهر بعض الدول ثم إذا كبرت هذه المنظمات وصارت ماردا استحالت سما على من رباها وبالمال غزاها على طول أول ما يكبر المارد وإليه كالي مين وأكل شمالي يروح يقل مين يقل المعلم اللي عمله واللي رباه وهذا طبعا أصبح معروفا في علمنا بلا حرج ولا تحرج يعني حدس ولا حرج لا هي سياسة ولا هي حاجة خوف لا بقى بعزها في الكلام التي بتقل في الإعلام وتقل في كل حيط وبقول لك ما كناش نعرف إن داعش يوصل لهذا الحد كلام طبيعي بلا تحرج ما كناش نعرف إن داعش يوصل لهذا الحد قال طلح لنا كيف انقلبت الحية بسمها حتى نهشت مربيها ومكرمها لأجل زهبها وذرها في قصة الحية فجعل الرجل يغوث يغوث بصوت عال وقد أقبل إليه جيرانه وأقاربه أهل وده ينومونه فيما فرط من قتل الحية فأخرج لهم الحق فأراهم ما فيه من ضر النفيس معتذرا مما عجزوا فيه رأيه معللا لهم سبب إبقائه على الحية هو هذا الضر وذلك الزهب فقالوا له ما أقل غناء هذا عنك اليوم إصار لغيرك فلما هلك قال إخوانه أبعاله الله هو قتل نفسه دا مثل الحية اللي بيعف هذه الأخطاء بيكون هو اللي قتل نفسه فإضا الرابعة طبعا في الطمع وإننا طبعا نتكلم عنه في حلستاني لكن في ختم الفوائديا يجب أن نكون قد فهمنا ما عناه أن تونس بقوله في ختم هذه القصة قال لما ليه قال ولقد عاجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي ضربت هذه الأنسال له ولا ينتفعون بالمعرفة كانهم يرجون السواب على المعرفة بالقول والمخالفة بالعمل كانهم يرجون سواب الله سبحانه وتعالى نعرف باللسان بالكلام لكن لما جاء يعمل خالف ما يعلمه وما يعرفه وإحنا ذكرنا الحسن البصري قال كذلك من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله حاسبه بقوله فكان الحساب عليه مضاعفا حساب للدعاء والكذب ثم حساب ترك العمل ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك وأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بعد قصة الحية ذكر أن تونس قصة صاحب الكرم بستان العنب بستان العنب ده كمان قصة جميلة بترشدنا إلى عمال الله سبحانه وتعالى كيف نكون عمالا لله سبحانه وتعالى وكيف يعمل العامل إذا عمل الله سبحانه وتعالى على شام ما نطولش عليكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله نذكر حكاية بستان العنب اللي صدرها الراجل بقوله ويل للنار اللهم أمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله واتقبر الله منه ونزاكم الله خيرا بإذن الله